طب احنا بنعمل ايه وحنعمل ايه الفترة الجاية ودي يمكن تكلفات في خامة الرئيس لينا في افطار الاسرة المصرية وخلينا اقولها لحضركم لاننا حنمشي واحدة واحدة احنا بنعمل ايه وحنعمل ايه ان شاء الله على مدى الفترة القليلة جدا القادمة اللي احنا بنتكلم فيها ده مدى الدولة بتتحرك فيه من هنا لغاية نهاية عشرين اتنين وعشرين ان ازاي حنعزز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعمه توطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي الاعلان عن برنامج لمشاكلة خاصة في الاصول المملكة للدولة بمستهدف عشر مليار دولار على مدى كل سنة لمدة اربع سنين يعني ايه مليه وعشرين مليار دولار الدولة هتتحهم لشراكة القطاع الخاص الاعلان عن خطة واضحة لتخفض الدين العام وعجز الموازنة وازاي ان احنا نتحرك على هذا الموضوع على مدار الاربع سنين الجاية وطرح ازاي رؤية متكاملة للنهود بالبورصة المصرية علشان انها تؤدي دور كبير في الاقتصاد المصري واخيرا البعد الاجتماعي وازاي الاستمرار في حماية محدود الدخل لو هنتكلم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واسمحولي يمكن انا حدي مقدمة احنا كحكومة مرة اخرى وانا بأكد عليها لكل المصريين احنا جزء منكم الحكومة ليست في جانب والشعب في جانب وده اعتقد يعني نتاج كل الثورات اللي حصلت في الفترة الاخيرة ان بقت المهاردة بنحاول الحكومة دايما هي موجودة وجزء لا يتجزأ من الشعب المصري فاحنا عشان بنستمع دايما لحضراتكم بنسمع وبنتابع كل اللي بيتقال والخبراء اللي بيطلعوا وبيتكلموا وبيتقال الحكومة بتزاحم القطاع الخاص والحكومة مش عايزة تديك فرصة للقطاع الخاص ان ينمو لكن خلينا مع بعض نتابع ايه اللي كان بيحصل في مصر اللي 4-5 سنين اللي فاتوا و ايه اللي بيحصل عشان الدولة ليه اضطرت انها تدخل والدخل استثمرات كبيرة في الفترة اللي فاتت مصر احنا النهاردة يعني ما شاء الله طبعا حضركم عارفين تجاوزنا المية وثلاثة مليون نسمة وده كحجم سوقين طبعا بيفرض علينا ببساطة شديدة ان انا عايز على الاقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة خلينا بس نقف على الارقام دي مع حضركم احنا قوة العمل كانت في الفين سنة الفين كانت تسعتاشر مليون فالفين واحد وعشرين بقينا تلاتين يعني كل سنة بيدخل سوق العمل عندنا مليون شاب عايز يشتغل وعنده امله وحياته انه يبقى عنده فرصة عمل ويبدأ يكون اسرة ويعيش شكرا للمشاهدة